هذا خطأ تقول عند المصيفة إنا لله وإنا إليه راجعون لكن عند الشدائد وعندما تريد أن تبدأ بأمر وإذا كانت لك حاجة وفي إذن قدمت زواج وفي تأليف كتاب وفي مضيك لأمر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله والله لو عرف كل واحد منا معنا لا حول ولا قوة إلا بالله لحلت كل مشاكلنا لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسرها لعبد الله بن مسعود لا حول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله عز وجل لا أطيل عليكم لكن اسمعوا هذه القصة التي حصلت لعوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه حتى تعرفوا أن هذه الكلمة مثل ما قال عنها ابن قيم الجوزية تحمل بها الأثقال وتقتحم بها الأهوال ويدخل بها على من يخاف منه يقول رضي الله عنه وأرضاه أسر ابنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابني في الأسر وإنني أشتك الفقر لقد أحصى بعض العلماء أربعين موطن تقال فيه لا حول ولا قوة إلا بالله انظروا إلى هذا يشتك الفقر وابنه في الأسر فقال يا رسول الله أريد الحل أشغلتني أمه بالبكاء فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كرر لا حول ولا قوة إلا بالله لأن في البخاري ومسلم قال هي كنز من كنوز الجنة هي كنز من كنوز الجنة إذا فهمت إيش معنى كنز الجنة كاملة كنز ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز في الجنة يعني من نفائسها فقال كرر لا حول ولا قوة إلا بالله رجع إلى زوجته وقال قالت ماذا قال لك رسول الله قال قال كرر أنت زوجتك لا حول ولا قوة إلا بالله اجلسوا كم يوم وهم لا حول ولا قوة إلا بالله وهو يعرف إيش معناها يعني لا يطلق من السجن ولا يخرج من السجن يا من له سجين يريد أن يخرج عليك بهذا فكرر لا حول ولا قوة إلا بالله وهم جاسين في البيت قالت الأم والله إني لأسمع صوت مالك قال الأب وإله أين مالك وهو في القد القد يعني القيد سير من جلد البعير يلزك ييبس حتى يكون أشد من الحديد قالت والله إني أسمع صوته فركض الأب وركض الخادم وفتح الباب وإذا بابنهما أمامهما فكيف نجا لما كرر لا حول ولا قوة إلا بالله يقول رضي الله عنه وأرضاه غفل عني الحارس فخرجت وانكسر القيد وإذا بي بالرحول يعني مثل ما نقول وإذا بالناقة أمامه فركبها والقوم في غفلة فمر على مسرحهم فساق أربعة آلاف راس من الغنم وأتى بها قال أبوه والله لا نأخذ شاتا واحدة حتى نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك ففك ابنه من الأسر وخرج غنيا بعد أن كان فقيرا من أراد أن تخرج ما في نفسه من الوساوس من أراد أن يقتحم الهم ويقسر فعليه بهذه الكلمة من أراد أن يخرج من بوتقة الدين فعليه بهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تسعة عشر من الصحابة أكثر من قول لا حول ولا قتب بالله ويقول لآخر كنز من الجنة ويقول لآخر كنز من تحت العرش ويقول لآخر باب من أبواب الجنة أكثر من تسعة عشر صحابي يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله لو تأخرت على موعد وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله يعني يا ربي ليس لي حول وليس لي قوة إلا بك إني أصل والله تصل من أراد أن يرى بعينه أن الله يسمعه ويراه ويحقق أمره يشوف إذا في شيء عنده أهم فليكرر لا حول ولا قوة إلا بالله لكن يريد منك إصرار لذلك في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله جل الله أسلم عبدي واستسلم لأنك تفوض الأمر لله عز وجل هونوها أه هونوها آه profitable اشتركوا في القناة